حديث اتخاذ السطرة للمصلي والمقصود بالمصلي هو الإمام والمنفرد حتى يمنع أحد أن يمرد بين يديه فإن حاول مسلم أثناء صلاته أن يمرد بين يديه والمقصود بين يديه يعني موضع سجوده لكن لو في مكان بعيد ما يدرش ما تمنعوش هو على قدر موضع السجود اللي احنا بنحددها الوقت بسجدت الصلاة لأن احنا في العصر بتاعنا بنعمل ايه يروح فارد سجدته كده ويروح وياه في بقى حدود السجدة دي محدش يدوس عليها وانت بتصلي فهمت بقى ازاي؟ فساعتها حيمنعه وإيه؟ ولو منعه وما وفقش يقوم إيه؟ يدفعه دفعا قويا شوية عشان ينبهه إن هو بيعمل حاجة مخالفة كويس؟ إمتى يجوز المرور بين يديه المصلي؟ إمتى؟ دي حتة نقطة مهمة لو صلى إيه؟ في ممر المسجد يعني جاءوا قدام باب المسجد اللي الناس حتخش تعدي فيه ورح قال الله أكبر ويصالي تحيط مسجد طب كده الناس هتوقع بقى مستنية عشان تعدي ساعتها يسقط حرمة المرور بين أيديه فهمت؟ يبقى لو الإنسان صلى في ممرات المساجد أو أمام مدخل المسجد فيمنع الناس من الدخول والحركة هنا تسقط حرمة المرور بين أيديه ليه؟ لأنه لم يرعي الأدب فإذا لم يرعي الأدب ما ما نتقدبش معاه نخلفه بقى فهمت بقى إزاي؟ فدي نقطة برضو مهمة حتى لا يحدث تكدس في المساجد عند خروج المصلين ودخول المصلين أنت لو عايز تصلي احترط واخترلك مكان بعيد عن ممرات الناس واختر المكان يكون أمامك سارية أو عمود تصلي ليه علشان تبقى منبه الناس ما لقيتش اختر مكان وهات كرسي من الكراسي الموجودة أو شنطتك حطها أمامك ايه؟ أو أي حاجة أو لو معاكس الجادة تصلي في ردها علشان تنبه الناس أن الموضع ده محدش يمر فيه إمتى كمان ممكن تمر بين أيدي المصلي؟ لو كان زحام شديد اشتد الزحام في مسجد يكون شديد الزحام ساعتها تسكت الحرمة بين المر بين أيدي المصلي حتى لا يتكدس الناس خلفك أععد أنت واقف مستني ده يخلص وده يخلص هتلاقي الناس وقفة طوابير مش عارفة تتحرك يبقى إذا اشتد الزحام لجأ أن تمر بين أيدي المصلي لكن لو الزحام مش كتير والمسجد واسع فيش ده أنك أنت تختار بين أيدي المصلي تصلي زي مثل إحنا بنروح ساعات الحرامين الشريفين بيبقى الناس زحام مكدسة والناس وقفة بتصلي ساعتها من شدة الزحام ده لك أن تمر بين أيدي المصلي حتى إيه لا يتكدس الناس خلفك لأن الشرق بيقولك لا درر ولا درار فأنا لو حراعي أن أنا ما مرش أمام وقف وده تقفع الناس ورايا كتير هيعمل درر كبير بالناس ده فيه ناس ممكن تقع والناس تدوس عليه من شدة الزحام يبقى في الحالة دي لو اشتد الزحام كالحرامين الشريفين مثلا يسقط حرمة المرور بين أيدي المصلي لشدة الزحام وكذلك عند موضع الطواف حول الكعبة ما تمنعش أنت بتصلي ايه في يعني في فراغ الطواف حوالين الكعبة في المطافي سمو المطاف وبتصلي ركعتين سنة ايه الطواف أو ركعتين قضاء حاجة أو ركعتين تطوع أو حتى ركعتين فريضة ما تمنعش الناس تطوفوا وتستمر التوفم وانت بتصلي واخد بالك ازاي؟ يبقى عند المطاف وعند شدة الزحام وعند الصلاة في الممرات كل دي أحوال يسقط فيها حرمة المرور بين أيدي المصلي لكن خد بالك أنا بقول حرمة يعني كأن المرور بين أيدي المصلي حرام مش مكروه ده حرام أشكد أن نقول إيه يسقط حرمة ولا يسقط كراهة المرور بين أيدي المصلي يبقى أنت ايه؟ تعلم الناس وتعلم أولادك وتعلم أحبابك إنه لما يلاقوا مسلم بيصلي منفرد أو إمام ما يمروش في موضع سجود ترجمة نانسي قنقر